عملية جس النبط في كيسوفيم كما وصفها محللون عسكريون انتهت بفشل للجيش الإسرائيلي كمين نصبته الفصائل الفلسطينية أدى إلى تدمير دبابة إسرائيلية بالإضافة إلى جرفتين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وذلك بعد عبور الجدار الفاصل بعدة أمتار مما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف القوات الإسرائيلية وإلى تراجعها أيضا تطور يشير إلى أن الفصائل الفلسطينية على ما يبدو مستعدة للعملية البرية التي تأجل انطلاقها مرة عدة عملية توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تكون صعبة وطويلة صحيفة لوموند الفرنسية تحدثت عن نقاط ضعف كثيرة يعانيها الجيش الإسرائيلي قد تعيق تقدمه البري أبرزها أن الفصائل الفلسطينية جهزت على الأرجح أرض غزة مسبقا بعبوات ناسفة تحسبا لأي هجوم بري محتمل وتحدثت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن أن حماس قد تفاجئ إسرائيل بمسيرات مائية وذخائر موجهة بالإضافة إلى أسلحة أخرى جديدة قاتلة أما نقطة الضعف الأخرى فتكمن أيضا في أن جنود الأحتياط الإسرائيلية 300 ألف الذين تمت تعبئدهم في 48 ساعة يفتقرون إلى التدريب الكافي نهيك عن أن العديد منهم مدنيون لديهم وظائف في شركات سيؤدي تعطيلها إلى زيادة الخسائر الاقتصادية لتل أبيب كما أن مشاركة هؤلاء في القتال من دون تدريب كاف سوف يكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة قد لا تكون حكومة الطوارئ قادرة على تحملها ولن يواجه الإسرائيليون في هذه الحالة 3000 مقاتل من الفصائل الفلسطينية كما في الحروب السابقة في غزة بل قد تنشر الفصائل الفلسطينية عشرات الألاف من المقاتلين تم تجنيدهم للقتال على الأرض من أصل 40 ألف وفق Associated Press ومن شأن ذلك أيضا أن يضاف إلى سلسلة من التحديات الأخرى التي تتمثل بتعقيد العمليات البرية في غزة نتيجة لطبيعة البناء في القطاع التي تحتاج جنودا مدربين تدريبا عاليا للتقدم عبر حارات المرور المكشوفة وقدرين أيضا على التعامل مع شبكة الأنفاق تحت القطاع مهمة سيكون على الجنود الإسرائيليين تنفيذها وفق لوموند وسط نقص في القنابل والصواريخ المواجهة بعدما سحبت واشنطن نحو 300 ألف قطعة ذخيرة من إسرائيل وذلك لإرسالها إلى أوكرانيا مخاطر تضاف إلى احتمال توسع رقعة الصراع لتشمل الجبهة الشمالية مع لبنان أو حتى في سوريا مما قد يشتد جهود الجيش الإسرائيلي ويبقى أحد أبرز التحديات التي تعرق البداية الهجوم البري وفق تقارير أعلمية عدم وضوح رؤية إسرائيل لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع ترجمة نانسي قنقر